موسيقى الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد عصلي وصفوة أنبيائه وبعد هذا برنامجكم قالت العرب قبل أن أقول البيت نستصحب قصة شهيرة في التاريخ والسياسة وهي نكبة البرامكة والبرامكة فرس سادوا في زمن الرشيد ثم انقلب عليهم فقتل بعضهم وسجن بعضهم ونكل بهم جميعا فعرف في التاريخ السياسي في عصر بن العباس بنكبة البرامكة جعفر يحيى أبناؤهم بريتهم كل هؤلاء نكل بهم هارون الرشيد الخليفة العباسي الشهير المعرف بواعث تنكيل الرشيد بالبرامكة كثيرة أعظمها فيما يغلب على الظن أنهم نازعوه الملك نافسوه حتى أصبح يقدر أنه يرى المرآة سيرى خصومه سيرى ندًا له ولا يوجد حاكم يقبل هذا فالرشيد هذا الذي دفعه إلى أن ينكل بالبرامكة لكن أي تنكيل يكون مضمر في القلب ثم يأتي شيء يبعثه يدفعه يحييه فما الذي بعث في الرشيد هذا الأمر يقولون إنه سمع بيتا لعمر ابن أبي ربيعة عمر ابن الربيعة هو شاعرنا اليوم يقول في قصيدة له ليت هند أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد عمر يقول إن من العجز أن لا تستبد لكن إذا كنت مستبدا فمر واحد مع من تحب يقولون إن الرشيد لما وقع في أذنه هذا البيت دخل ردهة قصره واخذ ردد البيت إنما العاجز من لا يستبد إنما العاجز من لا يستبد فنكل بعدها بالبرامكة وليس الحديث الآن عن نكبة البرامكة الحديث عن قالة العرب لكنني قلت لك إن السياسة والحياة الاجتماعية والشعر والتاريخ كل هذه مترابطة بعضها من بعض الشعر ديوان العرب هذه الأبيات لعمر بن أبي ربيع عمر بن أبي ربيع شعر حجازي من بني مخزوم لم يتكسب بشعره لأنه كان ثريا فلم يمدح خلافة بني أبيه وإنما انصرف للغزل والغزل كان هناك غزل عذري يعني العاشق يحب مرأة واحدة كثير عزة مجنون ليلة جميل بثينة هكذا وأما عمر بن أبي ربيع فلم يكن يقصد مرأة واحدة جاء لنعم جاء لهند جاء لغيرهما يتشبب بهذه بهذه يتغزب بهذه ليست له مرأة واحدة هو عاشق ذو لهو ولعب فقال ليت همدا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد واستبدت مرة واحدة إنما العابز من لا يستبد زعاموها سألت جاراتها وتعرضت يوم تبترد أكما ينعتني تبصرني عمر كن الله أم لا يختصد فتضحكنا وقد قلنا لها حسد وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود حسدا أضمرنه في قلبهم كلمة نحو هذه ثم قال وقديما كان في الناس الحسد وقديما كان في الناس الحسد هذا ما يتعلق بهند ثم يمضي بالحديث وشعره قصص يقول قلت من أنتي فقالت بعض من فتن الله بكم في من فتن قلت يا سيدتي عذبتني قالت اللهم عذبني إذا قلت من أنتي فقالت بعض من فتن الله بكم في من فتن قلت يا سيدتي عذبتني قالت اللهم عذبني إذا في قضية هند يقول قلت من أنت قالت نحن أهل الخيف من أهلي منا ما لمقتول قتلناه قود يعني ليس لنا دية يعني من نقتله لا يحد يأخذ ثأره ولا نحن نعطي دية عنه وهي تتكلم عن علو شأنها ثم جاء في قصيدة فقال أمن آل نعم أنت غاد فمبصر أو مهجر وذكر أبيات رائية حتى يتكلم عن أنها تعيش في بحبوحة من العيش وثراء ومال قال ووال كفاها كل شيء أهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر يعني لا تبيت ذات أهم ذات غم تفكر في الغد تفكر في كيف تقتات كيف تأكل كيف تشرب كيف تخدم وإنما رزقت بوال أي أنها من بيت نعمة كفاها ذلك كله ويقولون إنه تنسك في آخر عمره وقال جعه أنه قال فذكر بعض ما كنا نسين وذو الشوق القديم وإن تعزم شوق حين يلقى العاشقين وإن صدقوا يقولون إنه ولد في اليوم الذي مات فيه عمر بن الخطاب فلما كان ما كان من أمره بعد ذلك قيل أي حق رفع وأي باطل ودع وإن كنت يعني لست كثيرا متصديق لمثل هذه الرواية لكننا تتكلم عن هذا الشاعر الذي هو عمر بن أبي ربيعة المخزمي له مقطوعات كثيرة غير الرائية وقد ذكروا أنه ذكر الرائية لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأن نافع ابن الأزرق عندما قدم من العراق يسأل أبن عباس مساعر في التفسير في القرآن فابن عباس جاءه هذا الفتى الشاعر عمر يعرض عليه الرائية فأنصت له فغضب نافع وقال له كلاما يعني قاسيا فأجابه ابن عباس أنني حفظتها منه عندما قال أهلي وهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه عن أبويه كان رجلا موئلا للناس يعني يأتيه الفتيان يقولون له شعرهم يأتيه السائلون يسألونه يأتيه العلماء يدارسونه وهذا يدل على سؤدده ورفيع قدره وحق له فقد دع له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاوين وكان من سادة الناس في زمنه رضي الله عنه وأرضاه المقصود علاقة عمر بن أبي ربيعة مع ابن عباس ينبغي العلماء من الفضلاء لأهل الرأي أن لا يعني يجعل بينه وبين أهل زمانهم من الفتية صدودا يعني ممكن أن تقبل حتى على شيء فيه يعني حتى لو تلبس ذلك الفتى ذلك الشاب بشيء يعني غير مرغوب فيه غير معهود فيه لكن يمكن إصلاحه تدريجا وأنت لا تطالب من الشابة والفتى والشاعر والأديبة وأضرابهم بما تطالب به الكبار والعقلاء والعلماء هذه أطوار وأحوال والله عز وجل يقول تركبونا طبقا عن طبق ويقول وقد خلقكم أطوارا وهذا معنى عام لا يمكن صرفه إلى شيء معين في حياة بني آدم ومن الخطأ حصره في بناء الأجساد لكن حتى بناء العقول حتى بناء النفس حتى الحضور في المجتمع يأخذ أحيانا أطوارا ومنازل وأوقات وأزمنا يتغير فيها الإنسان وأحيانا المقصود من هذا كله علاقة عمر بن أبي ربيعة بابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه نعود للبيت الأول ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد واستبدت مرة واحدة يعني تتمنع مرة واحدة تكذب مرة واحدة تخدعنا مرة واحدة أمر مقبول بين المحبين لكنها أن تجعل هذا ديدنها وأن تجعل هذا من والها في كل آن وحين هذا الذي لا يقبل لكنه قال بعد ذلك إنما العاجز من لا يستبد فوصف عدم الاستبداد بالعجز وهذا البيت كما بينا صد عجزه هو الذي جعل الرشيد بعد ذلك يتقوى ما في قلبه على أن يقع منه بالبرامكة ما قد ما قد وقع والحافظ الله لعمر بن عبد الربيع شعر آخر غير الرائية غير الدالية في هند مفرق لكنه ليس كله ممكن يعني يحسن نشره لكنه كان شاعرا أتى بالشعر التمثيلي وهو صاحب البيت الشهير وهل يخفى القمر قالت الكبرى أتعرفنا الفتى قالت الصغرى نعم هذا عمر حتى قال قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر هو الآن يعني بدل من أن هو يذكر الشعر في النساء جعل الأمر كأن النساء يرغبن فيه وهذا يعني في الحجازي الناس من الرقة أكثر من غيرهم من بديار العرب فليجل ذلك وجد عندهم هذا وقد كان مالك رحمه الله في المدينة عندما تصله بعض الأخبار عما يقع في الحج وفي غيره كان يقول إن هذا ظرف عباد الحجاز فأنه حالهم قد يختلف في بعض أحواله وفي كثير من أحواله عن حال غيرهم هذا عمر ابن أبي ربيعة الشاعر المخزومي المعروف الذي عرف بالغزل على غير من وال الغزل العذري سنجده إن شاء الله و تعالى عندما نتحدث عن جميل بثينة أو نتحدث عن قيس بن ملوح أو نتحدث عن كثيري عزة في قصيدته الرائية ذكر بيتا أصبح مشهورا بعد ذلك قال فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاثة شخص كاعبان ومعصر ويقصد أنه لما أراد أن يخرج وضيق عليه الأمر جاء بنسوة ودخل بينهم على أنه منهم حتى يخرج من حراسة القبيلة لمجمع النساء فيها وهؤلاء النسوة تعاطفن مع من كان عمر قد أتى إليها فيقول كان مجني يعني درعي والمجن هو الدرع فقال فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاثة شخص يعني ثلاثة أشخاص كاعبان ومعصر يعني امرأة معصر متقدمة قليلاً في السن وكاعبان أصغر منها كلاهما فتيات أو كلهن فتيات وهو قد دخل وسطهن حتى يخرج من الأمر الذي وضع نفسه فيه ولذلك جاء يعني العرب يعني الصخرية هذه في كل مجتمع فجاء رجل يعني في أحد الأزمنة في الحجاز وكان هذا البيت شائعاً فكان مجني دون ما كنت أتقي فجاء رجل بدرع لكن الدرع تلك يعني لم يكن يحسن من صنعها سردها فقال له أحد الناس والله إن مجن عمر بن أبي ربيعة أفضل من درعك هذه ويسخر منه وقد وقعت منه تلك الكلمات موقعاً قاسياً لأن هذا البيت كان شهيراً يعرفه العام والخاص وكان هذا الرجل قد بلغه هذا البيت فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاثة شخص كائبان ومؤصر الذي يعنينا القدرة اللغوية السبك الشعر التمثيلي القصصي الذي برع فيه عمر بن أبي ربيعة حاول بعض الشعراء بعده محاكاته لكنهم لم يصلوا إلى قدرته في قوله في الشعر التمثيلي والقصصي وهو أحد الشعراء الذين يستشهدوا بشعرهم لأنه جاء في الزمن الذي هو زمن التدوين يعني قبل عام مائة وعشرين إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي انتهى بعدها تدوين أخذ الشعراء يعني النحاة لم يعد يعتدون بعد ذلك بمن ظهر من فصحاء العرب على علو كعبهم لأن العرب قد اختلطوا بالأعاجم فلم يكن يبلغ يأخذ منهم قول عمر بن أبي ربيعا مر بأطوار مثل ومثل وغيره قال الشعر في جمع من النسوة تنسك تعبد اعتزل شيئا قليلا إلا يسير ويبهر أنه قد ختم له بخير وغالب يعني ما كان يصنعه إنما لا يكاد يتعدى لسانه وهذا موجود حتى في زماننا أن البعض لو تسمع كلمه تحسبه من أفجر الفجار وهو قد لا يكون قد وقع فيما يعني يخشى منه ولا يعني هذا براءة الذمة ولا يعني هذا سلامة الحال فالإنسان يعصم جوارحه ويعصم لسانه وعراض المسلمين تبقى محفوظة لكن نقصده في قضية الحكم الشرعي في قضية القضاء في قضية الحدود في قضية أمور كثيرة ينبغي أن يرعى هذا الأمر ومن كان هذا حاله يعني لم يتخطاه لم يتجاوزه يحصن أن الناس ترفق به ما أمكن فإن رد هذا إلى الجادة ويعادته إلى الصواب والأخذ بيده إلى الحق قريب جدا ممن عياذا بالله ربما أفن الله إياكم قد وقع في كثير من المهارك هذا هو البيت الشعري في برنامجنا قالت العرب ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد وكان البيتان للشاعر عمر ابن أبي ربيعة المخزومي والعلم عند الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر